الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد متابعة مع أصول التفسير لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله ومع هذا الباب الذي هو من الأهمية بمكانه هو باب الضمير الضمير في اللغة من الضمور وهو الهزال يقول شخص مثلا عنده ضمور أي هزال لكلة حروفه أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره أو من الإضمار هو الإخفاء لكثرة استتاره يبقى ما معنى الضمير في اللغة من الضمور وهو الهزال لكلة حروفه أو من الإضمار هو الإخفاء لكثرة استتاره وفي الاستلاح ما كنية به عن الظاهر اختصارا وكلا ما دل على حضور غيبة لا من مادتهما فالدل على الحضور نوعا أحدهما ما وضع للمتكلم مثل في قوله تبارك وتعالى وأفوض أمري إلى الله الآية 44 من سورة غافر الثاني ما وضع للمخاطبة مثل سراط الذين أنعمت عليهم وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورطبة مطابقا له لفظا ومعناه مثل قوله تبارك وتعالى ونادى نوح الرب وقد يكون مفهوما من مدة الفعل السابق مثل اعدله هو أقرب للتقوى وقد يسبق لفظا لا رتبة وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإزبتلا إبراهيم ربه وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالي حمل كتابه الطالي وقد يكون مفهوما من السياق يعني السياق الأيات تدل عليه مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدوس مما ترك إن كان له ولد فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله تبارك وتعالى مما ترك وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ثم جعلناه نطفة فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعولة نطفة ليس الإنسان الأول وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل علمه شديد القواء ذو مرة فاستواء هو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلاء فكان قاب كوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدهما أوحى فضمائر الرفع في هذه الآيات الكريمة تعود إلى شديد القواء من هو شديد القواء؟ هو جبريذ عليه السلام والأصل في عود الضمير على أقرب ما ذكور إلا في المتضايفين فيعودوا على المضاف لأنه المتحدث عنه مثال أول وآتينا موسى الكتابة وجعلناه هدى لبني إسرائيل سيد الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق أو فيما سبق بدليل يدل عليه طيب الإزهار في موقع الأضمار الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبياً للمعنى وأخسر للنفذ ولهذا ناب الضمير بقوله تبارك وتعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم عن عشرين كلمة المذكورة قبل ناب الضمير بقوله تبارك وتعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم من الصفات التي ذكر الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات والقالين إلى آخره يبقى نابى الضمير هنا في قوله تبارك وتعالى أعدى الله لهم لهم هذا والضمير من المسلمين والمسلمين والمؤمنين إلى آخره كما ذكر في الآيات أعدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيم نابى عن عشرين كلمة المذكورة قبله وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الأضمار وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها أول حاجة الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر ثانيا بيان علة الحكم ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر مثل ذلك قوله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكفرين ولم يقل فإن الله عدو له فأفاد هذا الإظهار الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسل وجبريل وميكائه ثانيا إن الله تبارك وتعالى عدو لهم بكفرهم ثالثا أن كل كافر فالله عدو له مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين ولم يقل أنا لا أنا لا يعني ولم يقل أن لا نضيع أجرهم فأفاد ثلاثة أمور أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة ثانيا أن الله تبارك وتعالى آجرهم لإصلاحهم ثالثا أن كل مصلح وله أجر غير مضاع عند الله تبارك وتعالى كل مصلح له أجر غير مضاع عند الله تبارك وتعالى وقد يتعين الأظهار كما لو تقدم الضمير مرجع يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم إذ لو كيله وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين ننتقل إلى ضمير الفصل ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المتدأ والخبر إذا كان معرفتي ويكون بضمير المتكلم كقوله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أن الآية في سورة طه وقوله تعالى وإن لنحن الصافون وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم في سورة المئدة وبضمير الغائب كقوله تعالى بأولئك هم المفلحون ولو ثلاثة فوائل الأولى التوكيد فإن قولك زيد هو أخوك أو كذا من قولك أو كذا من قولك زيد أخوك لما قول زيد هو أخوك هذا أوكد من قولك زيد أخوك الثاني الحصر هو اختصاص ما قبله بما بعده فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح لما قول المجتهد هو الناجح عذا يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح ثالثا الفصل أي تمييز بين كونه ما بعده خبرا أو ثابعا فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا وإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود دمير الفصل ننتقل إلى الالتفات الالتفات قال الشيخ الالتفات وتحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر وله صور منها أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وقولي تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هنا بألتفاته إياك نعبده وإياك نستعين فتحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قولي تبارك وتعالى إياك ثانية الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وقولي تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجارين بهم هنا في تحويله حتى إذا كنتم أنتم في الفلك خطاب وبعدين بالغيب وجارين بهم فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة وقولي تعالى وجارين بهم ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاك بني إسرائيل وبعثنا منهم إثني عشر نقيبة فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قولي تبارك وتعالى وبعثنا من تاني ولقد أخذ الله ميثاك بني إسرائيل وبعثنا هنا التحوي لقد أخذ الله من ساقى بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا يبقى هنا تحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله تبارك وتعالى وبعثنا النوع الرابع الالتفات من التكلم إلى الغيبة وقوله تبارك وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله تبارك وتعالى لربك طيب إيه الفايدة من هذا مرة يتحول الكلام من الغيبة ومرة من الخطاب إلى الغيبة وكما رأينا طيب حسب هذه الأنواع للأربعة الالتفات فوائد منها أول حاجة حمد المخاطب على الانتباه مخاطب يعني المستمع للقرآن الكريم على الانتباه لتغير وجه الإسلوب عليه تغير إيه؟ وجه الإسلوب عليه وزمن البلاغة ثانيا حمله على التفكير في المعنى لأن تغيير وجه الإسلوب يؤدي إلى التفكير في السبابة ثالثا دفع السآمة والملل عنه لأن بقاء الإسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالباء وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع سوره أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل سورة حسب ما يقتضيه المقام والله أعلم وبذلك تم الكتاب وصدر لهم وسلم وبركة على بينا محمد وعلى آية وصحبه أجمعين تم لله الحمد رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر